نظمت مدرية السحة بمحافظة دميات قافلة طبية في قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين تضم والقافلة عيادات متنقلة تشمل كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز الشععة إلى جانب صرف الأدوية للمواطنين وذلك بالمجانة بتقدم الخدمة للعيادة التخصية إلى جانب المعمل والأشعة والصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتضغط كل التخصصات الموجودة إلى جانب كمان الإمكانية عمل جواب أحلى لقرب مستشفى مركزي لاستصدار قرار علاجة على نفقة الدولة وده بيتم طبع المتابعات وبعد انتهاء قافلة كمان عندنا الجزء الوقائي متمثل في الندوات التسقفية اللي بتتعامل على مدار اليومين بنوصل للمواطن كل ما هو جديد فيما يخص صحته وصحة أولاده بنعلمه الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية نفسه وحماية المحيطين به طاف العلاجية كمان بتتميز بحاجة مهمة جدا وهي مجانيتها تماما بدأ من قطع التسكرة وحتى انتهاء الخدمة وده طبعا من الحاجات المميزة جدا من الخدمات المتقدمة لوزارة الصحة القرية مصنفة من ضمن القرى البعيدة اللي بتبعد حوالي 15 كيلو عن المستشفيات المركزية وبالتالي فهي بتنطبق عليها معايير القافل القرية كمان فيها تعداد سكان كبير وناس كتيرة جاية تكشف من مبارح لم عارفوا بوجود القافلة في القرية القافلة فيها حوالي 12 رعادة تخصصية طبعا بتتقدم من ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي القافلة كمان فيها صيدالية متكملة تم امدادها بكل الأدوية اللي بتغطي تغصية طبية الموجودة في القافلة احنا ببدأ الشغل من 9 الصبح للتلاتة العصر بنبدأ بالعيادات بيتم تحويل من العيادات الموجودة زي البطنة والنسة والأطفال والعظام التحليل الموجودة عندنا تقريبا 40 نوع من أنواع التحليل المتوفرة بيتم اكتشاف الحالات أول مرة زي السكر زي الفيروسات زي الكلا كل التحليل بتتسحب في خلال نصف ساعة بالضبط بيكون النتيجة راجعة للطبيب المعالج بسم الله الرحمن الرحيم احنا بمشكل سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني موجوده معانا في قرية الركابية بصراحة معمول معانا هنا كل حاجة كويسة العلاج بناخده بالمجان أنا منه واحد كشفت مرتين وجبت علاج وقدوني علاج بتاع الميروس واخدت العلاج بتاع اللي أنا محتاجته كله وبصراحة رعاية هنا ومقابلة من الدكاترة اللي قابلونا هنا في مدينة الرئيسة قصما بالله ما حاجة يعني ما توصيش ولكننا متوقف في حياتنا أننا نصل للدرجة دي اشتركوا في القناة